المقاعد فارغة تفضلوا باتخاذ مقاعدكم لنتحدث عن الموضوع الأخير في فعليتنا هذه وهو الولاية القضائية العالمية كوسيلة لملاحقة انتهكات حقوق الإنسان في سوريا إنني سعيدة بحضور هذا العدد الهائل من الجماهير وسنستمع الآن إلى أربعة متحدثين أنا بنت الشلر وأنا مسؤولة عن قسم الشرق الأوسط في مؤسسة بهاينغيش بيل وأنا عيش في بيروت وسوف أدير هذا الحوار مع خبراء ينظروني لهذا الموضوع من مناظر مختلفة أعذرون لعدم إمكاننا لتلقي أسئلتكم للأسف الوقت يداهمنا ونود أن نستمع إلى أربعة أشخاص في هذه الجلسة ولذلك للأسف لن نفتح المجال للنقاش هذه المرة ولكنني متأكدة أنكم يمكن أن تجروا محادثات شخصية بعد انتهاء الفعالية يسعدني أن أرى مرة أخرى السيد مازن درويش بعد سنوات هو محامي من سوريا ليس محامي فقط بل هو رئيس للمركز السوري لإعلام وحرية التعبير وقد اعتقل بسبب هذه الوظيفة في 2012 وأطلق صراحه في 2015 لقد اعتقل مع زملائه بعضهم قد أفرج عنهم قبله لقد مكثت عقوبة طويلة في السجن إذا تمكننا من التحدث عن عقوبة وقد حصلت على عدة جوائز مثل جائزة الشجاعة وجائزة حرية التعبير التي تقدمها منظمة اليونسكو أشكرك على حضورك معنا لتشاطرنا المنظور السوري لقد سمعنا طبعا من مدحدثين سوريين قبلك ولكن نود أن نستمع منك لماذا يمكن أو لماذا تعد إمكانية ملاحقة انتهكة حقوق الإنسان في سوريا عن طريق مبدأ الولايقضاء العالمية مهم شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا على حضوركم وعلى مكوثكم حتى نهاية الفعالية أنا سعيد جدا في ألمانيا منذ أن قدمت إلى هذا البلد أعيش حياة آمنة ويمكنني أن أتحدث بلغة الأم اليوم وهذا أمر رائع إذن سوف أتحدث الآن باللغة العربية شكرا جزيلا لكل أظن اليوم أخذ جرعة كافية بمعنى من المعاني عن ما يحدث داخل السجون السورية وإجمالا ما أظن أبدا أنه عاد المسألة في سوريا مسألة أدلة أو معلومات من غير المقبول أبدا اليوم أن يتحدث أحد عن حقيقة ما يجري في سوريا أو الزعم أو الإدعاءات أصبح هناك كمية مزهلة من المعلومات والشهادات والتقارير سواء من الجان تحقيق دولية أو منظمات دولية مشهود لها بالمهنية والاستقلال وأيضا هناك حتى نقل مباشر لكوارث ومجازر تحدث سواء استخدام المواد الكيمائية الكيموية استخدام البراميل المتفجرة التعذيب والقتل داخل السجون والمعتقلات إلى آخره إلى آخره كلاجئ بألمانيا أو بأي دولة أوروبية اليوم ما رح أحكي عن الدعوة بالمعنى التقني أو القانوني في أساتيستي اللي أنا عادة أتعلم منهم وأكيد باتريك اللي يشتغل مطورا على القضية ممكن يكون أفضل نبدأ أحكي عن مازن المواطن السوري العادي في دعوة تقام بألمانيا ضد جرائم الحرب اللي ارتكبت هناك أنا واحد من الناس اليوم صار عندي مناعة أكبر تجاه التطرف هذه الدعوة اليوم أنقذتني من أني تحول لشخص عنيف ومتطرف وربما إرهابي إحساسي بالظلم تعرضي للتعذيب والإساءة إنكار المجتمع الدولي لقيمه ومبادئه اللي تربيت عليها واللي كنت أعتقد أنها حقيقية حقوق الإنسان الحريات الكرامة الإنسانية حالة الخزلان اللي عندي إياها رغم أحساسي بالأمان أنا ببلد آمن وبيقدم لي المأوى وبيقدم لي السكن ومتطلباتي للحياة اليومية لكن تجربتي بالتعذيب خلال سنوات طويلة أخوتي أهلي أحبائي اللي فقدتن بالقصف وبالأسلحة الكيموية وبأبشع أنواع المجازر هل ممكن إنساها لمجرد أني أنا آمن أو أنه أنا عندي طعام وسكن مابسو مستحيل بحاجة لهذه الدعوة لظل عم آمن أنه فيه إمكانية للعدالة فيه إمكانية لاستمرارية القيم اللي بدأت أكفر فيها اللي بدأت أعتبر أنها مجرد بروبوغندا من دون العدالة من دون شعوري أن هناك أمل وأن هناك من يهتم لمعاناتي أنا جاهز أن يكون واحد من الزئاب المنفردة اللي تتبع منهج داعش ومصر أو أي حدا من هذا التطرف إذا كنا معنيين بمكافحة الإرهاب علينا أن نبدأ التزام حقيقي تجاه العدالة والمحاسبة في سوريا وفي هذه البلدان لا يولد الإنسان متطرف أو إرهابي يحمل جينات التطرف استبداد الدكتاتورية القهر الظلم الإحساس بعدم جدوى العدالة يصنع منه إرهابي أنا بنزل اللاجئ أنا وعائلتي بحاجة لهذه الدعوة بحاجة لهذه المحاكمة لحتى فكر بالرجوع للسوريا أنا بالمعنى الشخصي ونموذج للعشرات ممكن آلاف السوريين هذه مش أول مرة بعتقل وعندي سجل عائلي والدي معتقل ووالدتي معتقل زوجتي كمان أخذت معي على المعتقل ووالده معتقل هل من الممكن أنه فعلا أنا أرجع أنا ومئات آلاف وملايين اللاجئين السوريين نرجع على سوريا بدون ما يكون هناك محاسبة وعدالة بدون ما يكون هناك ضمانة أن مجرمين الحرب واللي ارتكبوا هذه الانتهاكات واللي أعطوا هذه الأوامر بالحد الأدنى لن يكونوا هم نفسهم الحاكمين واللي بديروا مؤسسات الأمن والدولة ولن أكون مطمئن للعودة إلا إذا حوصبوا حتى أنا مازن المواطن السوري اللي فيه انقسام داخل سوريا بالمعنى العميق بكل الاتجاهات هل ممكن حدا يقنعني أنه مجرد أمراء حرب سواء السلطة أو الآخرين إذا جلسوا على طاولة مفاوضات دولية وتقاسموا المصالح والانتيازات بيناتهم يعني أن شيئا لم يكن يعني أن المجتمع السوري بأمان بدون محاسبة وبدون عدالة نحن سنكون نجهز المسرع لحرب أهلية في سوريا ستستمر لعقود وستفني ما تبقى من المجتمع السوري ومن نسيجه ومن إمكانية استمراريته بدون عدالة يعني هناك انتقام العدالة ليست من أجل الانتقام قلت سابقا من فترة أشهر عندما حركنا الدعوة في باريس دعوة بيت الدباغ أنا كمازن عندما أحصل على حقي سأتنازل عنه في سبيل المصالحة الوطنية وكتبت من سجني وقلت أتمنى أشعر بالأسى تجاه السجانين السجانين اللي قاموا بتعذيبي وأتمنى لأطفالهم حياة كريمة وحرة ومستقبل آمن يتقاسمونه مع أطفالي وأنا أعني هذا الكلام لكن من غير الممكن أن نتخيل بعد كل ما حدث أنه ممكن أن يكون هناك إمكانية لتحقيق سلام أو حل مجتمعي في سوريا بدون محاسبة ومسار متكامل للعدالة الانتقالية يضمن حقوق الضحايا ويضمن إمكانية الحياة مرة أخرى في سوريا لهذا السبب أيضا هذه الدعوة مهمة بالنسبة للي هذه الدعوة صحيح هي بالمعنى القانوني كاشفة لهذه الانتهاكات ولهذه الجرائم وأن كان مثل ما قلت إعلاميا وكتقارير حقوقية موجودة لكن اليوم مورسة كم من التزييف الأعلامي مورسة كم من البربوغاندا المضادة من أواسط العام 2012 حتى اليوم أصبح حتى يشكك في أننا ضحايا نحن عبارة عن إرهابيين دواعش وفتح شام ونصرة وهم موجودين موجودين لكن ليس من كل من ضد هذا النظام هو داعش أو نصرة أو إرهابي اليوم ويتحمل أيضا مسؤوليته جزء منه الإعلام الأوروبي تحديدا اللي يعني اليوم أنا بالنسبة لي كل يوم تانين فوت على شبكة الإنترنت إذا ما في مقابلة مع بشار الأسد بتفاجأ خاف يكون مرضان تعبان حرام يعني نحن تحولنا أشخاص أصحاب مشروع وطني وديمقراطي أصحاب مشروع إنساني نطمح للكرامة للعدالة نطمح للحياة وفق ما تعلمنا منكم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنا غير مسؤول عنه مش أنا اللي كتبته لكن إن كنتم تعنوه وهذا ما كنا نعتقد وما زلت أؤمن فيه علينا أن نضع حد لقضية الإفلات من العقاب بشكل عام وفي سوريا تحديدا من غير المقبول اليوم بالقرن الواحد والعشرين أن نكافئ القتلي نمنحهم حصاني نضمن لهم البقاء بالحكم دورتين إضافيات بعد ما ينهو الدورتين اللي رح يخلص بعد دورتين من انتهاء دورتين وكأنه فعلا قدرنا كسوريين أنه نعيش تحت الاستبداد وكأنه قدرنا أن نبقى أزلة لسلطات ونظام يعني يبتز العالم كله بإرهاب صنع لن يكون هناك أحد آمن للأسف إذا لم يكن هناك عدالة للأسف لن يكون هناك أحد آمن منذ البارحة منذ الإعلان عن الدعوة البارحة إلى اليوم صدقا مئات الاتصالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف فرحة أنا منذ خروجي من السجن من سنة شهر أو شهرين ما شفت عند هذه الناس واحدة من هؤلاء والدة زميلنا أيام غزول الطبيب اللي عمره 28 سنة اللي مزعج أد ما هو سلمي صدقا أنا بشتغل أنا وياه بنفس الهي وأنا مدافع حقوق الإنسان وسلمي جدا بنزعج من سلميته أيام اعتقل معنا نشوف في مجموعة من زملائي كمان واللي اعتقلوا معنا كنا محظوظين نازلنا على قيد الحياة لكن أيهم مات تحت التعذيب بالفرع 215 اللي هو أحد الأفرع اللي نحن مستهد فينا بهذه الدعوة والدته لأيهم تحلم بقبر تريد فقط جسة ابنه حتى تستطيع أن تزوره تضع له الورود ما بظن هذا مطلب كبير تصلت اليوم لا هي عرفت شو تحكي ولا أنا عرفت شو رد نحن ناس كائنات بشرية يوم سعيدة لأنه في أمل بالعدالة هذا الأمل يجب أن يبنى عليه يجب أن يستمر يجب أن نرسل رسالة واضحة للسوريين ولغيرهم أن الديمقراطية لا تزال مبدأ نتمسك فيه أن حقوق الإنسان ليست بروبوغاندا هي إنسانيتنا اللي مميزنا عن الحيوانات هو العدالة إذا أنكرنا العدالة نحن ننكر إنسانيتنا وهذا اليوم السؤال اللي موجه للجميع هل نحن بشر أم ندعي ذلك والامتحان في سوريا شكرا 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 على هذه هذه الرواية الشخصية ويهي واضحة لكن كل مرة أجد أنه شيء شانق مخنق إذا فكرت في عدد الحياة للأشخاص اللي نتأثر بشكل مباشر بالعنف الذي ارتكبه في سوريا حتى الآن وهذا التأثير مستمر حتى الآن وإذن شكرا جزيلا لنعود إلى الدعوة وقد أشرتها إلى أهمية هذه الدعوة بالنسبة للسوريين أنهم ليسوا فقط ولم يعود فقط ضحايا بل لهم الإمكانية من التعبير عن حقوقهم يعني أود أن أتحدث إلى هو محامي يعمل في المكس الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وهو الشريك من أجل تنظيم هذه المناسبة هنا اليوم وهو يعمل في البرنامج الأوروبي من أجل المساعدة القضائية وإذن بناء على هذه التجربة الشخصية معياني حقيقة أن تكون أمامك هذه الإمكانية لرفع هذه الدعوة هل تستطيع أن تشهلنا لماذا اخترت هذه القضية يعني كيف ترى فرص كانت ترى إلى فرص هذه الدعوة لقبولها أمام محكمة فماذا يعني أنه بالفعل قبلت إذن شكرا جزيلا إذن قصت أيهم التي قصها علينا مازن للطو يعني مثال جيد على الجوانب المذكورة في سؤالك يعني لماذا أدخلنا هذه القضية بالذات وماذا يعني بالنسبة لأن أخ أيهم جزء في هذه القضية وطرف إذن هو يطالب بحققه نيابة عن أخيه الذي اختفى في أحد السجون يعني الذي التي نوجهها في هذه الدعوة إذن هذه منذ المنطلاقة عندما فكرنا في طريقة مواجهة الدعوة بالتفصيل منذ ما يزيد عن سنة يعني ما مازن وأنور والآخرين كثيرين من المنظمات السورية والتقينا معهم والكثير من هنا معنا اليوم وهذا بالفعل شيء رائع ومتهش فإذن أساسا كان شيء يبشر بالخير يعني من وجه نظر قانوني وأيضا صد بسبب لي بصدمة إلى أي درجة كان هناك توثيق جيد ومتفصيلي لهذه الجرائم إذن منظمة مثل جون رايتس بوتش يعني في عام 2012 حتى يعني أصدروا قرار ومنذ ذلك الحين مواقع السجون يعني وجود هذه السجون كانت معروفة وإذن بالفعل كان لدينا حد الحجم الكبير من التوثيق وليس فقط من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بل أيضا المنظمات رغى الحكومية السورية خاصة التي تقوم بهذا النوع من التوثيق بمجازفة حياتهم في الكثير من الأحيان وكثيرا ما لا يتم التقدير والتقييم عملهم بالقدر الكاف إذنه الأساس الأصلي لعمل الجميع ولكن لدينا البرحان القاتل لارتكاب هذه الجرائم ولكن أيضا توضحت أكثر وأكثر الحيكلية العامة لأعتاء الأوامة إذ أنه بالنسبة لنا مهم للغاية ليس فقط الكشف عن بعض الجرائم بل كما سبق وذكر أن مادة الوراثية الجينات للنظام وبالفعل اقتكاب هذه الجرائم وإذن لو وددنا أن نواجه هذا الجانب السياسي علينا أن نلاحق أشخاص مسؤولين في مراقص السلطة وهم بالفعل هم الأشخاص الذين يختبئون وراء المكاتب ولا يتسخون أيديهم من خلال اقتكابهم للتعديد بأنفسهم وهم أيضا يستفيدوا من عملية سياسية فيما بعد يعني من العقاب من الأفلاد وعليك أن تربط هؤلاء الأشخاص من خلال استخدام العدلة بهذه الجرائم وبشكل سخي جدي يتم الكشف عن هذا النوع من الجرائم وعلى الرابطات يعني من شحاداتهم أنفسهم يعني كيفية تعامل مع الأشخاص لا تعلم إذا همتم ملمين بسوء القيصة يعني مثلا هناك بطاقات مرفوعة أمام الكاميرا يعني تعطيكم أرقام الفروع حيث تم اعتقال الناس وأرقام السجناء يعني شاحتنا تقارير عن أوامر للنقل يعني حيث يتم نسخ تقيبا يعني كل المنظوم الأمنية في داخل التقير وحيث يويدون تأمين أنفسهم من جميع النواحي لغاية عالى مستوى للمنظوم الأمنية وإذن هذا كان موثقا بشكل جيد جدا وفي نفس الوقت عندما نتحدث عن المحاميين سوريين ونشاطاء كثيرين يعني كان هناك عدد كبير من الإحباط في ورش العمل الأولى التي انطلقت منذ عام ونص تقيبا وحضرت بعد شيء للمشحة الدولي للقانون الدولي قالوا لنا نحن نعلم جميع ذلك وفهمنا مبادئ القانون الدولي أساسا منذ البداية ولكن منذ أن بدأ بالتعامل بهذا الشكل القيل لنا لدينا حقوق الإنسان لدينا القانون الدولي وإذن أرجو أن توثق لغاية أن يوم العدالة قد آت لا محالة إذن توضح تماما أن علينا أن ندفع بشيء ملموس جدا وإذن بسبب ما استمعنا عليه في الجلسة السابقة أن هناك أشخاص هقريين هم معنا هنا بيننا وعاشوا ذلك ويطالبون بحقهم في العدالة وهم على حق بذلك وإذن تعاوننا معهم ومنذ ذلك الحين تبين واضحا الاتجاح المنشود المانيق سبق وذكر وذكر يعني النائب العام كان أيضا الجهة المناسبة إذن هناك إمكانية لرفع دعاوي حتى للأشخاص من أصحاب الدعوة الذين لا يتمنع بالجنسية المصدوجة ولدينا النائب عام اتحادي يلتزم وينخغط في الدعوات يعني ولكن ليس على المستوى الذي ننوي إليه إذ أنهم يسمون ذلك بالتحقيقات الحيكلية وهذا أساسي جدا من أجل جمع الأدلة والبيانات من أجل تسهيزها للاستخدام الاستقبلي ولكن التحقيق المتعلق بناء على المشتبه به يعني وحتى الآن كانوا هناك مذكرة توقيف واحدة لربما سمعتم عنها في دوسلدوف بحق أحد مقاتل لجبحة النصر فإذن بالصدف هم أشخاص موجودين هنا بالطبع مجرمية حرب لن أحد ينفي حمية مغلاحقتهم وإعقابهم ومن المفهوم أن النائب العام يلاحقه يعني أنه مجبر على ذلك بملاحقة مجرمية حرب موجودين في العراض إلا من لو لكن المسؤولية أكبر من ذلك من أجل استهداف المنهجية هذا الشيء وهذا لم يحصل حتى الآن وإذن فكرنا أن التوحيل القضاء تعمل على البط في ألمانيا بدأت تعمل على البط الشديد وحاولنا أن نطلق بعض الغياح لكي تعمل بشكل أسرع قليلا وبالاستجاب وأيضا بمشاهدة هذه الحضور الحافل منكم وحتى السوريين ومن شترانها العالم هذا ما يبين لنا بدأنا ببعث بعض الغياح في هذا الاتشاه وهذا ضروري جدا ولكن هذا أيضا مسؤولية كبيرة ليس فقط من جانب النياب العام الاتحدي بل أيضا بالنسبة لعملنا إذ أننا اليوم نشع بالأمل كما سبق وتكر مازم ولكن علينا أن نحدث شيء ملموس وعلينا أن نطابع ذلك بمساعدة أيضا لكثير من الأشخاص المتواجدين هنا في هذا القال يوم من أجل محاول المضيق قدما ولوما العاملية تكون أبتأ مما نرغب فيه ولكن ستكون لها فرص حقيقية بسبب كل هذه الجهود أن تأخذ هذه الدعوات توجه بحق بعض المشتبهين بهم إذن دورنا أن نحدث ذلك بالفعل شكرا جزيلا باتريك بعد أن انتقلنا إلى ما حذف وغا كواليس هذا النظام واللمحة الأوسع والنظر الأوسع يعني الآن ننتقل إلى من المسؤول يعني جيمس صدر هذا معنى هنا من اللجنة الدولية المستقلة لتحقيق في سوريا أنت اندميت إلى هذه اللجنة في عام 2014 وصابقا كنت تتعامل مع قضايا صعبة أخرى مثلا كنائب مدير مهمة مساندة لأفرانستان إذن أتيت من صغار إلى صغار آخر وفي داخل هذه اللجنة نعلم أن كانت هناك جهود منذ عام 2011 إذا تحقيق وتوثيق لدينا هذه اللجنة الجديدة تستمعنا عنها أو الآلية المفهوض أن يطب شاهد وإذن إلى ماذا تحدث هذه الجهود وإلى أي مدى هذه الجهود مستكملة ومتكامل لبعض البعض شكرا جزيلا بنت أود أن أبدأ فقط بأنني شرف كبير بأن أشارك منصة مع معظم الدويج مع سيد صفية راب وصيد باتريك كروكر هو بالفعل دائما استفيد الكثير من الطاقة من أشخاص يشعرون بحماس كبير بما يقومون بها ويفعلون بشكل جيد وإذن هو بالفعل لمن دواعي شرفي الكبير وإذن يصيرنا أتحف إليكم جميع باسم اللجنة التحقيق وباسم المفوضين باول دي بيرو وكالو دا بونتي وكارما بوزيت وهذا بالفعل لحظة مناسبة من أجل مناقشة ما قمنا به من عمال إذن أنا أعتقد أن الآن مهبت إلى حد كبير أنه باللوق نفسه حيث يتم هناك إجراء عملية مفاوضات ولربما هناك بعض الإمكانية لإحراس بعض التقدم إلى المسائلة يجب أن تكون أساسا جزء من هذه العملية ويجب أن تدفع بها وإن اللجنة التي تهو أصدرت تقيرا في الأمس حيث حاولنا أن نركز على هذه النقطة بالذات أن نركز ونصلت الدو على ما حصل في حلب حيث حلب كانت نقطة الصفر بالنسبة لأن كانت مثالا على فضائع هذا الحرب والأمان المروع التي أتكبت خلال هذا الحرب وبالفعل سوريا هي النقطة أو الصفر بالنسبة للحجوم الكبير أو التهديد الكبير الذي نعيش حاليا كمنظمات حقوق الإنسان والحقوق الإنساني الدولي الصراع السوري للأسف الشديد حيث لا ترف الصراع يلتزم حتى أثنى معيير القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب وأيضا الشراسة ومستوى العنف يبدو وكأنه يتساعد كلما زاد تغسيخ مبدأ الإفلاد من الإقاب لذا أعتقد أنه العدالة مسألة أساسية من أجل المد قدما من أجل الصلام في سوريا فيما يخص لجنة التحقيق مسألة المسألة قدمنا بها وطرحناها منذ زمن بعيد بسبب ولايتنا منذ عام 2011 التي كانت ولاية مزدوجة للتحقيق والتوثيق لانتحكات حقوق الإنسان كل انتحكات حقوق الإنسان في الصراع وكل ما أمكن ذلك لتشخيص الجنات والمرتكبين المحتملين والمزعمين لهذه الجرائم من أجل دعم المساءلة ومن خلال هذا الجزء الأخير للعملية طلب مننا أن نبحث عن أشخاص وأفراد ارتكب جرائم في حق الإنساني وأيضا طلب مننا أن نحقق في جرائم حرب وإرتكاب مجازر وحتى الآن أجرينا تحقيقات أدت إلى مقابلات مع ما يزيد أن 60 ألف ضحية في صغاع السوري وهذه المقابلات هي نقطة أساسية من أجل المستقبل والمدي قدما ومتابعة ولايتنا فيما يخص الدفاع عن الحقوق وأيضا محاولة الدفاع عن مبدأ المساءلة عدا نشر النتائج التحقيق علنيا وإذن كائدة البيانات هذه هي اللب الأساسي لما قد استخدمه النائب العام في المستقبل أي نائب طبعا بناء على براح ممنيع على الجرائم يعني وأيضا كرسم خارطة للصراع فإذن كجزء من التزاماتنا هذه المعلومات كل ما أمكن ذلك وكل ما استطعنا أن نوفي بمعايير القانونية للبرحين حيث نستطيع أن نشخص صاحب أوامر أو مجموعة أو وحدة كانت متورطة بشكل مباشر في ارتكاب انتحاك منذ سنوات حضرنا قوائم سرية للجنات وقائمة الجنات في نهاية المطاف يجب أن نقول يمكن أن تفيدنا فقط كقائمة أسماء يعني هذي نقول أنه هذه الأسماء يجب أن تبدون بها لو أطلقتم تحقيقات ولكن من أجل تطوير من حاجية استراتيجية سوى أن كان بتعامل مع الانتحاكات نفسها أو في بناء قضايا ضد أفراط لدينا فقط المعلومات المخصونة في قائدة البيانات والمقابلات الموجودة لدينا حاولنا أن تزم بأفضل المعايير وأفضل التجارب للجان تحقيق أممية فيما يخص القرار بالنسبة لمشاركة هذه الأسماء المجمعة لدينا ومنذ سنتين تقريبا المفوضين أو عداء اللجنة قرروا بأدم الإفساح عن هذه الأسماء لعدد من الأسباب أحد الأسباب كانت أنه في الماضي كل تجارب الأخ للجان التي أفصحت بأسماء هؤلاء يعني هم لجنتين فقط قاموا بذلك بسبب وجود أصلا تحويل أو ضمان تحويل هذه الأسماء بعض مشاركتهم سوى مع العمين العام أو مجلس الأمن على سبيل المثال اللجنة التحقيق بالنسبة للدارفور ولجنة التحقيق بالنسبة لجنيع لكن في هذا الحال ليست لدينا مثل هذا التحويل موجود ولكن هنا قد فكرة بأن نستطيع أن نشاطر هذه الأسماء كواصيلة لفرط تصويت آخر على هذا التحويل ولكن كان واضحا جدا أن لن يكون لهذا القرار هذا التأثير المرجوع وإذن منذ سنتين تقيم كما سبق تخذ القرار بأننا لن نقوم بأفساح عن هذه الأسماء ولكن سنفسح ونكشف عن المعلومات والنقابلات يعني من أجل الدفع إلى الأمام للتطبيق الولاي العالمي ومنذ سنتين إذن عملنا وفقا لمبدأ السياس الإفساح المستهدف حيث نستلم طلبات خاصة تفصيلية سوى من حيات قضائية أو أي سلطة أخرى التي تلتزم بتحقيق شخص معين أو حادث معين وبناء على إذا كان هذا الطلب مفصل وملموس وإذا كان آتيا من قضاء يحترم الحقوق العادلة للنزاحة والإجراءات القانونية وإذا كانت لدينا المعلومات المناسبة لطلبها وأخيرا وهذا الأمر الحاصم إذا كان لدينا موافقة مصدر المعلومة بمشاترة هذه المعلومة وصنشاتر هذه المعلومة مع هذه سلطة القضائية أو النيابة وفي هذا الوقت حصلنا على مطالب عديدة والعداء اللجن لا يريدون أن يشاتر الأقام وإذا التزمنا إذا هذه الجحات بأننا لن نفصح عن هذه الأقام ولكن حصلنا على عدد كبير من المطالب من عدد من الدول العذا سوى أن تمارس ولايتهم القضائية الوطنية أو بناء على مبدأ الولايات العالمية ففي أغلب الحالات استادنا أن نشاثر حجم كبير من المعلومات في أغلب الحالات بسبب غربة الأشخاص اللي نقمنا بالمقابلة معهم التحايا أو الشهود كان علينا أن نخفت من حاجة المعلومات قد تؤدي إلى تشخيص أنفسهم أو أحالهم فإذن هذا عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد ولكن بالنسبة لنا كانت مشجعة جدا أن نرى الأقل في ثلاث مثل هذه الأهلات حيث قمنا بمشاترة هذه المعلومات كانت هناك ملاحقة قضائية وحتى الآن الأقل هذه الدعاوي الثلاثة كانت ناجحة وبالطبع يعني لا نشعر بأن هذه السياسة لا تؤدي شرط إلى منحة استراتيجية طالما الولايات القضائية الوطنية تمشي بما موجود لديهم أو من موجود لديهم حدود معينة وإذن نحاول أن نجد دائما ونحاول إيجاد طرق لمشاترة معلومات كل ما استطعنا ذلك أدرك أن هذه مناقشة كان من المفترض أن تركز على الفقوات والثغرات في المساءلة والولايات القضائية العالمية وطبعا هناك ثغرات كبيرة أنظر للأمور كالآتي سوريا مثال لأسوأ نزاع وأكثر منتشارا منذ الحرب العالمية الثانية ووقوع الضحايا يتم على نطاق لم نشهده منذ فترة طويلة وبالرغم من ذلك فعدد العاملين في أمم المتحدة والمهتمين بحقوق الإنسان الذين يعملون على الملف السوري لا يتعدل 35 شخصا لقد ذكرت أنني عملت في أفغانستان في أفغانستان مثل مثل كونغو أو بؤر النزاع الأخرى هناك أكثر من 100 شخص يعملون لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ويقومون بتقديم التقارير علنا حول هذه الانتهاكات وهناك تواقم عمل أخرى تساعد العاملين في مجال القضاء يساعدون القضاء والمحامين ليتخذوا الخطوات التي ستؤدي إلى المساءلة إذن لجنة التحقيق تقوم بكل ما في وسعها على خيفية الموارد المتاحة لديها هذا يعني أن هناك نطاق واسع من القضايا نحن نؤثق ونجمع البيانات ونحاول أن نعد لمشاطرة هذه المعلومات مع المدعين العامين يوما ما ولكن ما يحدث لهذه المعلومات بعد ذلك كيف يحول المدعي العام هذه المعلومات إلى قضية أمام المحكمة تستند إلى أدلة ملموسة هذه ثغرة كبيرة جدا نحن انتظرنا الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة استثنائية أخرى بما أن هذا الخيار ليس متاحا كل ما لدينا هو الولاية القضائية العالمية سيكون إذن من المثير أن نتابع ما ستوصل إليه الألية أنا أسمي هذه الألية الألية التي لديها ثلاثة أعين ولكن هذا سندا إلى الإختصار الإنجليزي IIIM هذه الألية عندما تكلل بالنجاح فإن لجنة التحقيق ستكون مستعدة للتعاون مع هذه الآلية لقد اطلعنا على تقرير الأمين العام والنقاط المرجعية وأعجبتنا جدا الآلية مصممة لتجميع الأدلة من المجموعات التي قامت بتوثيق المعلومات المختلفة وأن تعمل مع لجنة التحقيق لنظام الثغرات في هذه الأدلة ثم أن نوحد هذه الأدلة ونحفظ هذه الأدلة ونحلل هذه الأدلة حتى يتم على أساسها إعداد القضايا والدعاوة لترفع لأي ولاية قضائية يمكنها أن تهتم بهذه المواضيع هذا النهج نهج مبتكر ونهج جديد ونأمل أن يكون بمثابة مساهمة قيمة هذه محاولة جيدة للاستجابة لهذه تغرى الكبيرة وللمضي قدما في هذه القضايا وما هو أهم من كل ذلك من وجهة نظرنا هو أن لدينا المجال لعدد كبير من الفاعلين الدوليين لدعم المسائلة وحتى نحصل على إحالة من مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية فسحن نحتاج إلى تكاتف الجهود بين الولايات القضائية الوطنية واستغلال الولايات القضائية العالمية بشكل مبتكر وكذلك استغلال آلية الأمم المتحدة وكذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وأخيراً وأخيراً نعزز التواجد الأممي المعني بحقوق الإنسان في سوريا ونتمنى أن نمضي خدماً على أساس هذه النهج التي ذكرتها وشكراً جزيلاً شكراً جيمز على تقديم المعلومات حول لجنة التحقيق وما هي الخطوات اللاحقة ليتسم عملها بالفعالية أتواجها الآن إلى سعادة السفير راب أنت الآن تعمل لدى معهد لهاي للعدالة الدولية عندما مرت إلينا إذن من لهاي وكنت معنياً بالقراءة من الدولية لقد تركتك للنهاية لأنك ضيف شرف ولكن كذلك لأنك كنت عضواً في محاكمات دولية على سبيل مثال محكمة سياري ليون ومحكمة رواندا أنت يمكن أن تقدم لنا منظور المحكمة إذن يمكن أن تنطلق من النقطة التي تراكنا فيها سيد جيمز إذن ما هو تقييمك للوضع إذن نظرنا للأمم المتحدة ليس من الأرجح أن يتم الإحالة إلى محكمة الجنائية الدولية إذن ما هو تقييمك لهذه الجهود الدولية شكراً جزيلاً وشكراً على دعواتي لهذه الفاعلية إنني فعلاً سعيد بوجودي هنا اليوم بعد رافع الدعوة القضائية هنا في ألمانيا ألمانيا بأن نجي من التعذيب لقد كنت في مدريد قبل شهر وقمنا برفع دعوة هناك في أسبانيا وهذه الدعوة ضمت كذلك مسؤولين رفيعي رفيعي المستوى هذا أمر مثير لأنها جرائم ارتقبت على يد النظام نحن نتحدث على 90% من الجرائم التي ارتقبت على يد النظام وها نحن بعد مرور ستة أعوام على الثورة نتذكر كيف بدأت الأطفال والطلاب يطالبون بالديمقراطية وبعضهم قد اعتقل وبعضهم قد تعرض للتعذيب وتم إعادة قثثهم إلى أولادهم وإلى أبائهم وعندما تظهر أبائهم قد قتلوا وكل ذلك أدى إلى ظهور تنظيم داعش وظهور تنظيم نصرة قبهة النصرة إذن هذه التنظيمات الإرهابية جاءت نتيجة للممارسات ممارسات النظام لقمع المتظاهرين وأخيرا هنا في ألمانيا نرفع دعوة جنائية ضد كل من ارتكب هذه الجرائم هذا أمر رائع ويساعدني كذلك أن هذه الدعوة ترفع ضد مسؤولين رفيع المستوى كما قلت أنا كنت منخلرة في محاكمات رواندا ومحاكمات سيرليون وهي محاكمات تضم وزراء ورئيس الوزراء شارلز تيرل على سبيل المثال عقب بـ 25 عاما لمساعدة والتسهيل في اتكاب القرائم في سيرليون وهذا وهذا ما نواجهه الآن كما قال سيد جاكسون أن منطق الإنسانية يتطلب من تطبيق القانون ليس فقط على الغرائم الصغرى ولكن كذلك على الغرائم الكبرى وكبار المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان إلى آخره 12 ألف شخص في سوريا قطاقروا بيوتهم ليس فقط بسبب الحرب وليس فقط بسبب الحرب الأهلية فالحرب في فهي كذلك بسبب القمع من المستحيل أن نعيش في سوريا لقد حدثت مع أبا الأطفال الذين تضرروا بسبب القمع في يوم عادي يمكن أن يكون في درعة ودرعة كانت منطقة لا تزاطر عليها النظام واستهدفوا إذن هؤلاء الأطفال ولم يعرف الأباء أي شيء عنهم حتى ظهرت لهم جثفهم هذا هو ما يحدث في سوريا هذه الجرائم لا بد ولا بد أن تلاحق قدائيا وأخيرا وصلنا إلى هذه النقطة أخيرا نرى نوعا من المسائلة يتم هنا في ألمانيا نعم المحكمة ليست دولية نعم إنها ليست محكمة هاجينة وليست محكمة استثنائية أو خاصة إنها ليست محكمة نتيجة لإحالة من مجلس الأمن مثل ما هو الوضع في يوغزلافيا المجلس الأمن لم يقوم بأي شيء حيال سوريا حتى عندما تم إنشاء الآلية فلم يعتمد مجلس الأمن القرار الذي ندد بإصادة من أسلحة الكيميائية في سوريا من ستصدق إذن عيونك أم ستصدق المجلس العام إنه مثلا لجنة التحقيق وعملها الرائع الحيادي الموثق مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد هذا القرار بسبب دولتين إذن لن يتم الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل القريب ما الذي يمكن أن نفعله ما الذي نحتاجه لإنجاح هذه القضايا ولإنجاح قضايا مماثلة في المحاكم لدول ثالثة بما في ذلك دول مثل ألمانيا ألمانيا فتح دراعيها لأي دولة لأي لاجئين من سوريا وألمانيا متضررة كذلك ما يحدث ولدان لكذلك الحق في تفتح محاكمها ما نحتاجه إذن أولا المدعي العام يحتاج إلى الأدلة تعرفون أن هناك أدلة كبيرة أنني أتحدث هنا عن الصور التي تقدم أشخاص قد تعرضوا للتعذيب نحتاج للسلسلة الكاملة من الأدلة والربط بين حلقات السلسلة من قام بهذا التعذيب من أصدر الأوامر ماذا حدث بالضبط كل هذه الأمور في غير الأهمية نحتاج نحتاج إلى دعم لعمليات التوثيق من خبر منظمات غير حكومية مثل CIJA أنا رئيس هذه المنظمة فقد جمعوا 700 صفحة من وثائق النظام واستعدموا هذه الوثائق قدائيا لدينا كذلك الأدلة التي تم مصادرتها وضبطها عفوا الوثائق التي وثائق القيصر ولكن هذه الأدلة صعبة المنال لم يستخدم النازيون على سبيل المثال هذه الأدلة وبفضل القيصر أنني أتواصل معه بشكل مستمر وبسبب كرم دولة ما فهو الآن في أمان وقدم تقريرا يضم 50 صفحة سوف يقدم أمام محكمة وهذه مهمة جدا كل دلالة التي يقدم القيصر في غاية الأهمية إذن هناك أفراد تم تحدي 700 منهم ونعرف متى توفو وأين توفو وهم توفوا في مؤسسة الدولة في أجمهورية العربية السورية هذا أمر لا شك فيه هذه قضية واضحة وضوح الشمس هناك مسؤولون آخرون مسؤولون عن قضايا أخرى طبعا تمثلوا تحديا ولذلك نحتاج إلى عمليات التوثيق وجهود التوثيق التي يجب أن تكون أساسا الأدلة الألية التي تحدثنا عليها طبعا هي هو نهج مبتكر جدا وأرحب بكل من أنشأ هذه الألية لدينا لجنة تحقيق لدينا 6000 مخابلة وكل العمل الذي يقومون به الذي تم إصداره في تقرير حلب الألية يمكن أن تتعامل مع لجنة التحقيق للوصول إلى الشهود ويمكن لها كذلك أن تحصل على الوصائق وأن تتحقق منها وأن ترى ما إذا كان هناك تزييف وأن ترى ما إذا كان هناك فيديوهات يمكن أن تتعامل مع منظمات مختلفة تهتم بالناجين وبعض الناجين ممثلون هنا يمكنهم كذلك أن ينظروا في الانتهاكات والهجمات التي يمكن أن نزيفها إذن يمكن أن ينظروا فيما إذا كانت مزيفة أم لا ويمكنهم كذلك أن يعملوا مع السلطات الوطنية وأن يجمعوا القضايا التي يمكن أن تستخدم في دول مختلفة هذه هي النقطة الثانية المحاكمة التي تتمتع بالولاية القضائية بمجاب القانون أين هي كيف تمارس القانون هناك أسئلة متعلقة بالسياسات التي تظهر على الساحة وهي كلها قضايا تحمل بين طياتها العديد من التحدي التي تعلمون أن الولاية قضائية العالمية لديها جوانب سلبيا السياسية كان هناك جهود لتغيير القانون في أسبانيا وفي بلجيكا وهناك معارضة للدول التي تنخرج في قضايا حيث لديها مصلحة في هذه الخضايا أعتقد أن فيما تعلق بسوريا كل دولة في أوروبا لديها مصلحة في ألمانيا على سبيل المثال القانون يسمح برافع دعوة بدون وجود الجاني هنا وبدون ارتكاب الجريمة هنا وبدون أن يكون حتى الضحية حتى يحمل جنسيك البلد هذا أمر ممكن في ألمانيا ولكن هذا قرار يرجع إلى المدعي العالم الذي يحدد عدد الفاعلين وطبعا نحتاج إلى وجود الشهود في المنطقة لا أود أن أقتبس المدعي العام ولكن أعتقد المدعي العام يرحب يرحب هذه الممارسات فالشهود يتقدمون بأدلة وأنا أتفهمهم تماما لقد واجهت قضايا حيث تعرض أحدهم للتعذيب والأسرة لم تتعاون إذن هناك بعض العداوات والكثير من السوريين قد فقدوا الأمل إذن وجود هذه المجموعة من الشهود لترفع هذه الدعوة القضائية هنا في ألمانيا وتعمل مع جهات مختلفة هذا فعلا أمر يبعث على الأمل ويمثل فرصة كبيرة إذن هنا في ألمانيا هذا ليس أمر تلقائي فالولاية القضائية العالمية تمنح هذا المجال التقديري هناك دول أخرى مثل السويد والنرويج كذلك يسمح للولاية القضائية العالمية السويد قد ساهمت في عدد من القضايا ولكن على مستوى أدنى وحتى الآن وحتى الآن كانت فقط على ناحية المعارضة أتمنى أن يستغلوا إلى قانون جديد يعود إلى بداية النزاع السوري وهناك ما يكفي من القرائمة التي ارتكبت منذ أن سن هذا القانون في أسبانيا الموضوع يختلف أسبانيا قد غيرت قانونها تحت ضغط وهذا القانون الآن لا يسمح بالولاية القضائية في عدد من الحالات في بعض الأحيان الجانيين بأغي أن يكون حاضرا بموجب القانون الأسباني عندما يكون الأمر متعلق بإرهاب مدعم من قبل الدولة فإذا كان هناك شخص في ألمانيا يعاني من هذا الهاب فيمكن أن يوثل ذلك أساسا لرفع دعوة قضائية في أسبانيا نحتاج إلى التماس لهذه الخضية لأن ترفع ولماذا نتحدث عن إرهاب يدعمه الدولة هذا هو الحال في أمريكا اللاتينية الدولة هي التي تقرر ترهيب السكان وهذا ما يحدث كذلك في سوريا وترجع كذلك إلى الاختفاء القصري هذه الطريقة لترهيب السكان حتى لا يتمتعوا بحقوق الإنسان وأن يردخوا لهذه الممارسات من قبل الدولة إذن بمقابل القانون هذه دعوة يمكن أن ترفع ولكن هناك ما يسمى بالولاية القضائية لشخصية السلبية فكل دولة تسمح بملاحقة إذا قتل أحد مواطنيها في الخارج إذا كنت تمكث أجازتك في تونس ولخيط حدفك نتيجة لهجم إرهابية فإن دولتك سوف تساهم في عملية الملاحقة القانونية فدولتك سوف تساهم في تحقيق العدالة الموضوع دائما مرتبط بحامل جنسية الدولة وبذلك الدولة يمكن أن تلاحق هذه القرائم ولكن إذا كانت كانت ضحية ليس من الحامل الجنسية فهذا يؤدي إلى مشكلة هناك الكثير من من يعيشون في أسبانيا قد عانوا من الاختفاء القصري وفي حالة الاختفاء القصري الأسرة هي التي تعاني الأكثر عندما لا تعرف الأسرة ما حدث لدويهم بالنسبة للضحايا في السجون الأمر محدد أكثر بالنسبة للأسرة فهذا هول يعيشونه كل يوم إذن فهم ضحايا كذلك الأسرة ضحايا كذلك إن هذا يعطينا إذن مصارا في المحاكم ونبغي أن نستغل هذه الطرق وأخيرا أشير إلى أن المدعين العامين الأوروبيين ما يودونه هو الجناء الذين موجودون في الدولة ولقد ساهمتوا في إنشاء الشبكة العبادة الجمعية الأوروبية التي تضم أربعة مراقبين كندا والنرويج وسويسرا والرهاية المتحدة نحن نجتمع كل عام ونحن نكوز من يورو جاست ونتشاطر المعلومات في كل اجتماع ميزانياتنا حدودة جدا ولكن نتشاطر المعلومات لم يتم إلى أهمية إلى هذه الشبكة ولكن ما يحدث الآن هو أمر إيجابي جدا يوروبول البوليس الأوروبي يحصل على ولاية قضائية للفضائع في أوروبا وأوروبا تضم 26 دولة يتم التنسيق بين الدول لمشاطرة المعلومات وفي معظم الأحيان يكون الأمر متعلق بطالب لجوء أو شخص موجود في دول الأوروبية منخرط في قضيات ما المهم في هذا السياح وأمل من أهالي الألية أن تحققه هو أن نرفع هذه اللعبة عدة درجات إلى الأعلى نحن نعتقد أن هناك الكثير من الجناه في صف النظام وهم موجودين الآن في أوروبا طبعا من الصعب جدا أن نجدهم ولكن موجودين في أوروبا هذه الألية إذن يمكن أن تساعد المدعين العامين لأن يتعاونوا مع الولاية القضائية المجاورة وأن يتعاونوا مع منظمات أخرى لتخديم دعوة قضائية وكل دولة يمكنها أن تلاحق الجاني الأكبر الموجود في بلاده قبل أن تواجهت إلى الأمم المتحدة كنت مدعي عن فيدرالي في أمريكا وكنت أعمل مع مدعين على مستوى الولاية وكنا نقسم وننصق العمل أنت تركز على هذا الشخص وأنت تركز على هذا الجاني نحن سنخدم لك هذه الإفادة من الشهود إلى آخره ويتم التعاون على مستوى الولايات الأمريكية هذا هو النهج التنسيقي الذي نحتاجه هنا في أوروبا طبعا هو ليس بنفس فعالية وجود محكمة دولية تحدد من هو الجاني وتحدد من هو المتهم وتقوم على أساس أفصل السعب عن ميثاق الأمم المتحدة ولكن هذا ليس متحا لدينا الآن سنبدأ في ذلك ولكن هذا ليس متحا لدينا الآن أعتقد أن أعمال الناجين وعمل المحامين والمنظمات المختلفة مثل المركز الأوروبي الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان رائع وأنجمع كل ذلك بالأدلة التي يصعب تجميعها وإسنة إلى هذه الآلية يمكننا أن نفتح صفحة جديدة وأن نلحك هذه القراءة في سوريا من أجل محاكمة أشخاص على ارتكاب جرائم حرب يعني من أجل حماية المدنين يمزق يعني من قبل ما يحدث ويدمر من قبل ما يحدث حاليا في السور يعني مثل لوثا كين كان هناك اكتباس جيد لماثا لوكا كين يعني وهناك كثير من الاكتباسات إذن ظلم يعني في أي مكان في العالم تحديد للعدالة في كل العالم إذن استطاعت أن تعذب الأطفال وتفلت مع ذلك يعني يتخيل فقط النزاعات للعقود المستقبلية ليس فقط سوريا على سعيد المدى البعيد أننا محددين جميعا ولينا نفعل كل ما في وسعنا من أجل تعزيز القانون ولكن نفعل ذلك أرجوكم من أجل 12 مليون شخص الذين يعانونا يعني والآلاف المئات الآلاف الذين ماتوا والذين شردوا من ما نزلهم بسبب هذا النزاع ولكن اليوم بالفعل احتفالية حتى ولو ما زلنا نتعذى على من ماتوا منذ بداية هذا النزاع ولكن أتمنى أننا بالفعل نستطيع أن نفتح ونقلب الصفحة ونحقق العدالة وإذا نستطيع أن نحقق ذلك ودعونا نحقق ذلك شكرا 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 للبيانة الختام ولربانا كفكرة وإلحام وأود أن أسأل جميعكم إلى أي درجة تعتقدون أن التركيز الرغبي على الإرحاب على الإرحاب الإسلاموي سبب لدنا عمل كل تهديد قد يأتي إلى مجتمعنا ولربما خاصة التهديد للتنازل عن قيمنا الخاصة بنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا قبل ما أجاوب على سؤالك بما أننا كل حديثنا عن العدالة أظن من العدالة ومن الواجب أن نشكر مجموعة من الأصدقاء اللي يمكن اليوم ما أسمعنا أسمنت كله ما زين أنور ما زين أنور بس في مجموعة كبيرة من الأصدقاء ومن المحامين اللي بزلوا جهد له كل الاحترام وكل التقدير لكن ممكن بعض منهم من أجل سلانتون ما أدري أن نذكر أسماؤن مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية اللي كان لمساهمتها أكثر من أثر رائع حتى بالمعنى بالمعنى النفسي والمعنى التلاحم والعمل المشترك الكل تعطى فعلا بمنطق أنه هذه الدعوة هي ستكون إنجاز للمجتمع المدني والحقوقيين السوريين لهيك كل الشكر للجنود المجهولين اللي ما وردت أسماؤن ولا منظمات المجتمع المدني السورية والقسم كبير مننا موجودهم وحتى الليمانو موجودهم شكرا جزيلا لإلهم نقطة إضافية لما كان فاتتني كنت بشرتكم أنه اللاجئين ما رح يرجعوا إذا ما في عدالة وما في محاسبة لكن فاتني خبركم أو حبيت خليها للأخير أنه الملايين اللي موجودة بسوريا إذا ما كان في محاسبة وعدالة ستتحول إلى لاجئين and I can guarantee this استطيع أن أضمن لكم ذلك التركيز على اللاجئين الداعش والنصرة أظن نحن أكثر الشعوب تضررت من داعش والنصرة والتنظيمات الإرهابية طبعا أي إنسان ما في فرق أبدا أيا يكون الضحية نحن معه أيا يكون الجاني نحن ضده بغض النظر عن أي تصنيف آخر لكن أكثر شعوب تأزت من إرهاب داعش والنصرة هي السوريين والعراقيين نحن أصحاب المصلحة الحقيقية بالقضاء على الإرهاب والتطرف مقابل كل ضحية غير سوري هذه التنظيمات الإرهابية تقتل مئات وربما آلاف سوريين نشعر دائما بالسعادة وصدقا كلما سمعنا أنه تمت محاكمة واحد من هؤلاء ونعتقد أن أطفالنا أصبحوا أكثر أمانا لكن أن يتحول مفهوم العدالة لمفهوم أمن بوليسي لحماية المجتمعات الأوروبية فقط هنا نشعر باللاعدل أن يتحول مفهوم العدالة فقط ككرت سياسي للتوظيف ضمن لعبة مصالح واسعة أو على الطاولات المفاوضات هنا نشعر بأن ليست هذه هي العدالة العدالة واحدة من أهم الأسباب لمكافحة الإرهاب والتطرف التي نحن أكبر ضحايا شكرا أتوقع أنت لدي فكهتين أساسيتين حول السؤال هل هناك تزائد على الإرهاب أو على الإرهاب الإسلاماوي وأول التطرف العنيف يعني يعني تقدير هذا بناء على الجانب السياسي التي تقف عليه فيه ولكن أظن أنني دائما أشك في أي محاولة من قبل منظمات لتنفيذ القانون للوصول إلى ما في ذحن وعقل الشخص وقلب الشخص وأنا دائما أعود إلى الشيئين أولا الشيء قيل لي من قبل الشخص من البصنة منذ سنوات عديدة قال لي إن الفضاء من غير المساءلة هو السم يخلق الإرهاب والإرهابيين والشيء الآخر الذي أعود إليه دائما هو اكتباس لمن مستعدين لتضحية حقوق من أجل التوصل إلى الإعدال لا يستحقون أحدهما إذن في نحاية المطاف أفضل من حاج من أجل مواجهة الإرهاب الدولي هو احترام القوانين والحقوق ولا حاولت إزالة فتيل الإرهاب وإزالة فتيل الصغار يجب أن تبدأ بحماية المدنيين للحماية الأساسية وحتى لو لم يكونوا في عين المكان هم موضوع النقاش حتى مع الطالبان هم موضوع نقاش ولكن مع ذلك في سوريا لا أحد حتى يتحدث عن ذلك وهذا بالنسبة لأمر مضحش ولا يبرر ولا يمكن أن يفسر أعتقد آخر نقطة أود أن أصيرها هنا حول كل هذا الموضوع بالنسبة لكيفية المضي قدما في هذه المحاولات للمقاضاة هي بالفعل الأهمية المركزية لكل من يشترك في التوثيق أو كل من تحول إلى الضحية إذا كان بالإمكان أرجو الاحتفاظ بأي شي التخصين الصور أي وثائق أي تقارير طبية أرجو الاحتفاظ بذلك وإذ أنه سيكون مفيدا في يوما ما أقول ذلك فقط من وجه نظر لجنتنا وجهودنا من أجل التوثيق ونعود مرارا إلى كثيرا ما الأفراد قالوا لو ياريت ولو قمت بالتحفيظ وتخصين هذه السور وقولوا لهم نعم بالفعل لو كانت بحوزاتي هذه السور قد استطعنا أبني من قضية أقوى وبرحان أقوى وإذن هذا الدليل قد يحول فيما بعد وفي نظرا إلى أن الولوج إلى سوريا قد أصبح أصعب ويصبح أصعب بكثير وأصبح أصعب بالنسبة للسوريين مغادرة البلاد بسبب تصديد الطرق يعني إذن هذه الأهمية القصوى لجمع لضل الجسدي هي الأمر الحاسم بالفعل وإذن وإذن أن أعضوكم جميعا وشجعكم وأحثكم جميعا أن تتذكروا ذلك إذن ستشكل التحدي الكبير من أجل المحل القادم للصرع هذه جميعا نعم جميعا قريبا بإذن بعجالة شديدة بالفعل والأسباب واضحة من الخطر جدا أن نتمسك فقط بمبدأ الإرحاب وإذن قم صبق وذكر جيمس وأتفق على ذلك أننا علينا أن نقف الأشخاص للمصائلة بسبب ما ارتكبوا من جرائم وهم يرتكبوا أكبر الجرائم المعروفة وفقا للقانون وياسمينة تعبر عن موافقتها وبعجالة شديدة أيضا أننا استمر منذ الغد يعني وستيفن أيضا قد أطت لنا بلمحة عن المشحة العام للإمكانيات وهذا شيء مشجع جدا ومرة أخرى هذا ما سيحصل لو الولاي العالمية لا تنفع في هذه الحالات أين تستطيع أن تنفع في هذه القضايا الموثقة الجيدا يعني هذو الناس يطالبوا حقوقهم بالعدالة ولدينا كل الإمكانيات المطاحة منوعة وهذا وهذا بسبب القوانين السارمة المرغت في بعض البوان مثل إسبانيا والبلجيك هيك وهذا تم الوضع حد لحاد الإمكانية ونحتاج إلى كلها الجهود الجاعة التي ذكرت مثل القضية المرفوعة في إسبانيا مثلا عمل السيجة ومثل من أجل العمل التعاوني وأيضا بشكل مخترع يعني من أجل المشي خطوة خطوة يعني وأيضا كما سبق وذكرت الأشخاص الذين أثقوا من أجل الإدلاق بالشحاد يعني في هذه القضية يعني يعني لن أحد يدخل السجن بعد أسبوعين يعني ونحاول نقول ما في وصعنا أن نبدأ بالعمل يعني وأن نضع جزء سغير فقط من الفصيف وساء وإذن بدأنا بقطعة واحد لا نستطيع أن عادكم بأكثر من ذلك إننا نحاول أن نضع هذا الجزء لهذه الفصيف الكبيرة ولن نضع جزء واحد فقط ولن نفعل كل ما بوسعنا أن نضيف أجزاء أخرى إذن هذه الأمسة كانت بالنسبة لي مشجعة من أجل مواصلة بذلك شكرا جزيلا يعني أحاول أن لن أطيل عليكم يعني هناك مضاقية تقريف أو أعلي مضاقية تحفيف تسمح ب يعني تباذل بسيط نسبيا أو صهل نسبيا بين بلدان في الأتحاد الأوروبي يعني لو كانت هناك قضية تخصت أشخاص قد أشخاص معروفين يعني فإذن يمكن حالتهم من يعني منشآت مقبل التحقيق يعني قد يعني قد تتمثل في اليونان أو في البولغاريا يعني لغم هناك أو هناك إمكانية مطاحة للحصول على مذكر التوقيف حتى ولو كانت هذه البلاد هذه الدولة لم تعم المزاج ليست لديها إمكانية لقيم بذلك وإذن كان نائب عام دولي من الجيد أن تستطيع أن تفدعوا على أشخاص وتحاول إيقافهم يعني في بعض الأحيان نحتاج فقط النائب يحاول إذن من المهم للغاية عندما نبني قضايا الولايات العالمية أن ننظر في أماكن حيث نستطيع أن نوقفهم يعني وندعوهم ونحاحيلهم للعدالة وأن نرهي للآخرين أن هناك مذكر التوقيف أنهم يواجحون مثل هذه العواقب يعني ومن يرتكب هذه جرائم قد يواجحون هذه النتائج وبالنسبة للسؤال علينا أن نتذكر أن الوضع مختلفا قليلا في سوريا يعني بالنسبة للدعش داينا في العراق في المنطقة الكودية هناك إمكانية لوجود إجراءات قضائية أشخاص يأتون أعلاف الأشخاص تقلق سجن كأسراء حرب يعني وتعامل مع يعني هناك موضوع القتل في كوجه يعني قوائم تصمي الأسماء بالأفراد بالألاف يعني وإذن يعني علينا أن ليس فقط أن نحظ من أجل القضية الصحلة يعني لربما النائب يجب أن يعترض على القضية الصحلة ولكن لكن هؤلاء القضايا الصحلة يعني لو استطعت أن تستطع حكما بالتحكم على هذه الشخص هذه يعني أنا كنت أقوم بحد الدور يعني من أجل أن أحاول يعني أجب علينا أن نحاول أن نلاحق من أجل الارتصاب وتجارة المخدرات واستعبات الأشخاص يعني الرقع وإلى أخيره وإذن هذا يمكن أيضا تستخدمون من أجل الرسائل الدينية وإذن الدلة يعني من أجل محاولة ملاحقة هؤلاء على هذه القضايا هذا ليس من الصحل تبعا يحتاج إلى الدلة إلى الشهود ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه سيفتح عن الطبيعة الحقيقية لهذه المنظمة وقائدها فإذن هذا بالفل في نهاية المطاف هي القضايا التي أريد أن ترفع ضد النظام ولكن ليس هناك إمكانية إلا أن تحاول أن نطور يعني ولاية العالمية التي استخدامها في العراق وكوتستان من أجل محاكمة هؤلاء إذن العدالة أفضل شيء لحل كل هذه المشاكل وأنا سعيد برؤية هذا العدد الكبير من الدعم هنا في ألمانا لذلك شكرا جزيلا نحو لحسgar لحسن شكرا جزيلا 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 لحسن درويج شاف لحسن رائب برؤية كروك لحسن مجموعة وستمتعت بالجلوس معكم وعتقد الجميع استفادوا كثيرا إذن أرى أن الجميع حضروا حتى الآن ولو قررتم المراد الآن اشتركوا في القناة